اعربت صاحبة السمو الملكي الامير سبيكا بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله عن فخر مملكة البحرين بالجيل الجديد من البحرينيات المتميزات النواتي يثبتن مقدرة كبيرة على مواصلة تعزيز حضور وريادة المرأة البحرينية في مختلف المجالات والمضي قدما في رفع مساهمة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية والازدهار الوطني التي وضع ركائزها المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وكان نهوض المرأة البحرينية احد اهم معالمها وأشارت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة لدى استقبالها في مقر المجلس عدد من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وطالبات وخريجات الجامعة الملكية للبنات إلى حرص المجلس الاعلى للمرأة على موكبة مسيرة تطور المرأة البحرينية في مختلف مرحيلها العمرية وبالأخص مرحلة الدراسة الجامعية الحاسمة في رسم التوجهات المستقبلية للمرأة والمؤهلة لدخول الحياة العملية والأسرية والاجتماعية وبما يضمن تفعيل طاقاتها وضمان أعلى مساهمة لها في نهضة نفسها وأسرتها ومجتمعها ووطنها عبر تشجيعها على المنافسة والاستفادة من التجارب الخارجية لتطوير مداركها الدراسية وهن تسمها الجامعة الملكية للبنات بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها مشيدة سموها بتطور الأكاديمي الذي تشهده الجامعة سواء على مستوى تنوع التخصصات أو ارتفاع نسب الالتحاق بها وكذلك الاعتمادات والجوائز النوعية التي حصلت عليها نتيجة لذلك مؤكدة سموها أن النجاح الذي تخطه خريجات الجامعة في الحياة العملية دليل على قوة التهيل العلمي والعملي لهن خلال دراستهن ونجاح النهج الأكاديمي الذي اعتمنته الجامعة منذ تأسيسها وقالت سموها إن تعرف عن كثب على أولئك الطالبات والخريجات يبعث على الإطمئنان إلى مستقبل المرأة البحرينية ومستقبل مملكة البحرين كما نوهت صاحبة السمو الملكي بشراكة الفاعلة بين المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات التعليمية والتدريبية ومن ضمنهن الجامعة الملكية للبنات مشيرة سموها إلى التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في تنظيم العديد من المشاريع والفعاليات والمؤتمرات المتخصصة لقضايا ومواضيع المرأة وتطلع إلى إبراز نتائج ومخرجات الدراسات والبحوث التي تشرف عليها الجامعة ليتم الاستفادة من مضمونها وذلك من خلال تنظيم الندوات أو النشر في الصحافة إلى ذلك قدم البروفيسور مازن الجمعة رئيس الجامعة الملكية للبنات أمام صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عرضا مرئيا قدم خلاله ما توصلت إليه الجامعة من مخرجات علمية وأكاديمية عديدة كأول جامعة خاصة تختص بتدريس المرأة في البحرين ومعترف بها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كما تم خلال اللقاء تقديم عرض لعدد من الطالبات التي تميزنا في تخصواتهن النوعية والحصول على وظائف متميزة في مختلف القطاعات في المملكة ترجمة نانسي قنقر